تواصل الحكومة جهودها لتعزيز القدرات التنفسية للمقصد السياحية وتطوير بنيته التحتية من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والتي من أبرزها زيادة الحملات الدعائية والتسويقية لمختلف المنتجات السياحية وتمتلك مصر جميع مقاومات الجذب السياحي بموقعها الجغرافي المتميز وما تمتلك من منشآت سياحية وفندقية بالإضافة للإرث الحضرية والتقافية برنامج عمل طموح للحكومة يتضمن تعزيز تنمية القطاع السياحي خاصة وأن مصر تمتلك جميع مقاومات الجذب السياحي بموقعها الجغرافي المتميز وبما تمتلكه من منشآت سياحية وفندقية بالإضافة للإرث الحضرية والثقافية في هذا الإطار تواصل الحكومة العمل على تعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحية وتطوير بنيته التحتية من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي من أبرزها زيادة الحملات الدعائية والتسويقية لمختلف المنتجات السياحية في مختلف قنوات التوزيع وتطوير الرسالة الإعلامية والتركيز بصفة خاصة على التسويق الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مع تطوير آلياته الحكومة مستمرة أيضاً في طرح منتجات سياحية جديدة لاجتزاب شرائح جديدة ومختلفة من السائحين بما ينعكس إيجابياً على توسيع قاعدة العرض وتعظيم الإرادات السياحية وخلق فرص عمل إضافية ويشمل ذلك على سبيل مثال التركيز على تنمية منتج سياحة المؤتمرات ومنتج السياحة الاستشفائية في الوقت نفسه ستعمل أجهزة الدولة على خلق منتجات سياحية إقليمية مشتركة مع دول الجوار بهدف زيادة حجم حركة السياحة الوافدة إلى مصر بالإضافة إلى تشجيع السياحة العربية ومع تضافر جهود أجهزة ووزارات الدولة لزيادة الحركة الوافدة إلى مصر ستستمر وزارة السياحة والأصار في التنسيق مع وزارة الطيران المدني لزيادة حركة الطيران الدولية والمحلية لتحقيق النمو المستهدف مع العمل المستمر على تطوير برامج تحفيز الطيران على نحو يواكب الأهداف الاستراتيجية واتجاهات السوق